استشد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية المحتلة بحسب ما افادت به وزارة الصحة الفلسطينية واعلنت الوزارة في بيان مقتضب عن استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف للأربعة وثلاثين عاما بعد اصابته برصاصة في الصدر اطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلوس تصباح اليوم الاربعاء ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ الثاني والعشرين مارس المنصر برصاص اسرائيلي الى ستة عشر شهيدا وانعت هيئة مقاومة الجرداء الجدار والاستيطان الفلسطينية عبر حسابها على فيسبوك الشاب عساف وهو محام كان يعمل لديها